الأصمعي الشعر الشهير في زمانه في عصر الدولة العباسية كان له صديق تاجر والصديق هذا صديق الأصمعي الله من عليه بفضل و خير و دراهم و سبحان الله العظيم التاجر هذا جعلها الله سبحانه و تعالى كري و يعطي المحتاج و يساعد الفقراء و المساكين و يزكي و لا يخلي على خلق الله قاصر قد ما يقدر رجل يبذل و سبحان الله العظيم الله يزيد خيرا على خير كأنه ما يصرف و كان الأصمعي لمنه يعني جال حاجة و لذا يروح صوب صديقه هذا و يأخذ منه دراهم على قد حاجته و يمشي فجاه في يوم من الأيام بعد سنة إلى سنتين تعرف من أول اليوم أن الرجال هاجر للشام مثلا و للمكة و للمدينة يبطون العرب من العرب و تتغير و تتبدل الأحوال يقول الأصمعي في يوم جيت صوب صديقي و أنا حدثني الحاجة قال يا والله على البوابة حارس واقف قال ممنوع ممنوع الدخول ممنوع قالت يا رجال أنا صديق الرجال قال معروفي يا رجال لك والله ما أوقفني هنا و منع الناس من الدخول إلا فقره رفيقك انقلبت عليه الحال لم يعد معه ريال واحد يا الله فكتب الأصمعي على رقعة معه بيت من الشعر إذا كان الكريم له حجاب إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللأيم يعني كريم و يتحجب عن الناس يحط له حارس و كذلك و ما فضل الكريم على اللأيم قال أرسل هذه الرقعة و هذا البيت من الشعر إلى سيدك فرح و عطاه البيت من الشعر و فجأة ألا والله راجع الحارس هذا و قد كتب بيته من الشعر على وجه الرقعة الثانية يا سلام رد و فيه صرة ثانية فيها خمسمائة دينار قال هذه خمسمائة دينار و هذا بيته من الشعر ردا عليك قال كتب له أخويها التاجر قال إذا كان الكريم قليل مال تحجب تستر بالستار على الغريم فقال ضحك لأصمعي ثم قال والله لا أتحفن المأمون بهذا العمر بيقول له القصة اللي صارت قال و أنا أروح للمأمون يا طويل العمر والله حصل عليه اليوم موقف و المأمون يمبسط قال واش علومك الأصمعي اسلام سؤاله علىنا فالشاهد من الكلام أنها قال الأصمعي أنه حصل كذا 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 و هذه خمسمائة دينار أعطانيها الرجع قال ورني الخمسمائة دينار فأخذها المأمون و إذا مختوم عليها بيختم بيت المال بيت مال المسلمين معناته مصدر الخمسمائة هذه من وين من عندي أنا يا المأمون قال يا أخي من وين جاءتك الفلوس هذه قال الله جاءتني من رأي البيت الفلان يا صديقي فلان أبن فلان قال رح مع الحرس دلهم على بيته يقول فيه يوم جاء و علمه المأمون قال وهو صاحب البيت الفلاني قال ما هم واجهنا أمس و طلب مني ماله و عطيتها الخمسمائة هذه قال الله والله قال ادعوه و هم يدعونه قال واش سالفتك قال والله يطولي العمر قال أنا واجهت كمس أنا كنت أمشي في موكب أمس و واجهتني أنت و طلبت مني خمسمائة دينار صحي الكلام ذلك قال والله صحي قال هذه الخمسمائة دينار صحي ولا لا قال والله صحي جاني الأصمعي فما حبتني أرده و أنا والله ما عندي إلا الخمسمائة اللي أنت أعطيتني إياها أمس فأعطيت إياها سبحان الله العظيم أمر له المأموم بأن يعطى ألف دينار و ليس خمسمائة دينار خذا صاحبنا الأصمع الخمسمائة و خذا ذاك الألف